اشتركوا في القناة الارهابي هجماته الصاروخية وإطلاق المصيرات على عرضينا حزب الله أطلق أمس فقط خمسين صاروخا ومصيرتين على عرضينا تم اعترادها ولم تقع أي أدرار وأي خصائر في صفوف جنودنا ومواطنين رادا على هذه الاعتداءات وهذا التسعيد المتواصل ضرب جيش الدفاع مواقع تابعة لحزب الله الذي يتكبد خصائر فادحة في صفوف إرهابي هكذا ضرب جيش الدفاع بنيران مدفعية ودبابات وبغارات جوية بنت تحتها إرهابية تابعة لحزب الله في محيط القريتين عيت الشعب ورامية ومناطق أخرى في جنوب لبنان حزب الله أطلق العديد من الصواريخ على عرضينا من هذه المناطق نقول لدول العربية والغربية التي تادوا إلى وقف التسعيد وإلى إيجاد حال دبلوماسي الوقت المطلوب لتحرككم هو الآن منذ بضي الحرب مع حماس بدأ حزب الله بقسف أراضينا ونحن نضرب مواقعه دون هوادة أوضحنا وحضرنا بأنه لو استمر حزب الله في اتدعاته الحرب تقترب ومصير الجنوب اللبناني وبيروت سيشبه مصير قطاع غزة أنتم لا تريدون ذلك نقول للمجتمع الدولي صمتكم يخدم حزب الله وإيران تحركوا الآن ضد التسعيد الذي يقوم به حزب الله الذي يعرض لبنان بأكمله إلى خطر جسيم وغير مسبوك لأنه بعد أن تندالي الحرب مع هذه الميليشيا الإيرانية وبعد أن استنفذت كل المحاولات لإيجاد حال دبلوماسي لوقف هذا التسعيد لن نقبل بانتقاد رد فعلنا المبرر والمشروع وعلى السعيد الميداني كثفت قوتنا روقة عملياتها داخل قطاع غزة قوتنا اكتشفت أنفاقا تحت مستشفى الرنتيسي للأطفال وفي مدرسة للبنات أمق هذا نفق بذات بلرى 20 مترا وحماس حتى جهزت مصعدا فيه تكلفت حفر كل نفق تقدر بالملايين كلها نهبت من المساعدات الدولية التي أرسلت لإغاثة الغازيين نواصل مطالبة الأمم المتحدة بإدانة حماس لاستخدامها منشآت مدنية مستشفيات ومدارس وعيادات ومساجد لتخزين الأسلحة ولإطلاق الصواريخ ولحفر الأنفاق حماس خانت الغازيين بأكثر من معنى وقيامها بتحويل كل منزل وكل مسجد وكل مدرسة وكل مستشفى إلى موقع إرهابي ليس فقط عبارة عن جريمة حرب وإنما هذا أيضا استهتار بحياة الغازيين أنفسهم قواتنا تحقق نجاحات كبيرة جدا في الحرب على حماس أيضا على السعيد الاستخباراتي تم حتى اليوم ضبط أكثر من نصف مليون مستند سري تابع لحماس وتمضبط 65 مليون ملاف محوسب يحتوي على معلومات عملياتية حساسة تابعة لهذا التنظيم الإرهابي هذه المعلومات تسعيدنا في تدمير حماس وبالنسبة للمعونات الإنسانية هذه المساعدات لا تصل إلى الغازيين ولكن ليس بسبب إسرائيل التي تبذل قصارة جهودها من أجل فحص وتفتيش جميع الشاحنات وبسرعة بل بسبب قيام حماس بناهب المساعدات من الغازيين ولأن الأونروا تغطي على قيام حماس بذلك فعلا الاستاحوا ماتوا قرأته باهتمام بالغ مقابلة خالد مشعل مع صحيفة الفيجورول الفرنسية حيث قال فيها إن حماس مستعدة للاعتراف بإسرائيل بعد إقامة دولة فلسطينية هل هذا ليس دليلا واضحا على أن إسرائيل انتصرت على حماس فكريا أيضا نعم متحدث باسم حماس سارع إلى انكار هذا الكلام ولكن لا شك بأنه قد قيل هذا يذكرنا طبعا بنافي حماس لتصريحات المتحدث باسم الحرس الثورية الإيراني الذي قال إن إيران متورطة بمجازر 7 أكتوبر مما يشكل اعترافا إيرانيا آخر بأن حماس أولا وأخيرا هي ميليشيا إيرانية ردا على هذه التصريحات أيضا سارعت حماس إلى نفي كلام المتحدث الإيراني الذي تراجع بعد ذلك عن كلامه هذا دليل واضح على حالة الإرباك الشديدة التي تسود في صفوف الكيان الإرهابي الإيراني والميليشيا الغازية العميلة له ألا وهي حماس هذا هو أيضا خير برهان على قوة إسرائيل وإنجازاتها العسكرية وبنسبة للمختطفين لا يزال هناك 129 مختطفا محتجزا لدى دواعش حماس إنهم لم يروا طبيبا ولم يتلقوا أي دواع ويتم احتجازهم بظروف غير إنسانية وغير إسلامية ومن بين هؤلاء المختطفين 23 منهم قد قتلوا على يد دواعش حماس بعدا تام احتجازهم وهم على قيد الحياة نعم حماس عدمتهم في الأسر تدمير حماس كليا يأتي أيضا انتقاما لدمائهم ودليل آخر على همجية حماس هو تقرير نشرته أمس صحيفة النيويورك تايمز كشف حجم الجرائم الجنسية جرائم الاغتصاب الجماعي لا ترتكبها دواعش حماس بحق بنات شعبنا في السابع أكتوبر هؤلاء الوحوش وأنا أستخدم هذه الكلمة قصدا لأنهم ليسوا بشرا مثلنا اغتسبوا بوحشية فتيات إسرائيليات ثم عدموهن بدم بارد بسككين أو بإطلاق رصاصة في الرأس الوحوش حتى بطروا ثديهن واللعبوا بهما تصوروا هذه مجاهد قاسية ومن السعب حتى تحدث عنها ولكن أريد أن تستمعوا إلى هذه التفاصيل المروعة لأن هناك للأسف أناس ليسوا بقلال في العالم العربي يحاولون إنكارها ولكنها حدثت هذه الفعال الوحشية تذكر لكم ما فعل الدواعش في السورية والإراق بالإزيديات والكرديات وبالعربيات إذا نفيتم ذلك فأنتم تدعمون هذه الأفعال لا يوجد أي خيار آخر ولا يوجد أي تفسير آخر لذلك في ختام كلامي أقول الغازيين الذين يعنون من باتش حماس ومن نهبها للمساعدات التي أرسلت لغاثاتهم بعد القضاء على حماس سيكون هناك واقع جديد في قطاع غزة ستكون هناك فرصة لإعادة الإعمار لأن الطرف الذي سيحكم غزة لن يكون تنظيما إرهابيا ولن يبادر في حرب جديدة بإذن الله ستستطيعون ترميح حياتكم وعيش حياة كريمة وطبيعية انتهى الإجاز شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته